موسيقى العطش والملح والجوع والبطالة من جهة والفساد الذي عم وطم دفع أبناء البصرة إلى التظاهر والاحتجاج بدأ الأمر سلميا واستمر قرابة أربعة أسابيع سلميا لكنه فجأة وفي ليلة ليلاء تحول إلى عنف وحرائق طالت مؤسسات حكومية وحزبية وممثليات دبلوماسية من دخل على الخط السلمي للتظاهر فحاول حرفه وهل من مصلحة المتظاهرين أن تبدو مطالبهم المشروعة والدستورية والقانونية قرينة العنف لجان لإحتجاج والتظاهر في البصرة بعد أن أدركت خطورة ذلك دعت إلى كشف المندسين من هم المندسون وماذا يبتغون وهل هم حقيقة أم وهم البصرة هذا الاسم الكبير الذي لا يخفى على الجميع لما تملكه هذه المدينة من خيرات كبيرة تدر على العراق بأكمله لكن أبناءها ما زالوا يتسممون بسبب تلوث المياه وإهمال المعنيين لهذه المحافظة لا نخاف، قضينا عمرنا لو بالحشد لو كل ساعة ذا بنعبه جوه لأمريكا نحن إيش قضينا عمرنا؟ لا نخاف منه أحد بس هو شغلة ماء ماء نشرب ماء شين هاي الأطفادعة تروح اختنقوا واختنقوا من ماء لا ينغسل لا واحد يسبح به لا واحد يشرب به وكم شيني؟ نجي بالمختار وين يجي؟ ما هو التونة؟ دمرتوننا والله العظيم دمرتوننا حرين بالمندسين كيف تصف وضع البصرة في هذه الأيام؟ طبعاً وضع البصرة مأساوي وإحنا طلعنا تظاهرات طالبين بخدمات كانت أتذكر الملوحة ثمانة آلاف طلعنا تظاهرات صارت اثمعش طلعنا مسيرات صارت اثمان طعش سواء اعتصامات صارت عشرين ما أعرف يعني الحكومة ما جاء تتقدم خطوة باتجاه المتظاهرين بالإضافة إلى القمع والاعتقال العشوائي المتظاهرين السلمين طبعاً احنا نقول البصرة ما ممكن تتعامل بهذه الشيش معاملة بصراحة اليوم الرسالة راح تشوف المتظاهرين طبعاً طلعوا مسيراً أمام المجلس راح تشوفوا الاعداد انه احنا قبل يوم انتعرضنا للقمع هنا احنا اليوم راجعين وما يخوفنا لا الرصاص ولا مسير الدهور بدأ التصعيد بعد انتظار دامة طويلاً من قبل المعتصمين أمام مبنى الحكومة المحلية لكنها لم تجد آذاناً صاغية لمطالبهم المشروعة بدأت بحرق مبنى المحافظة هذا المبنى الذي يمثل رمز الدولة العراقية في المدينة بعدها بدأت النيران تتصاعد بحرق لمقار أحزاب سياسية ختمها المتظاهرون بإضرام النيراني بالقنصلية الإيرانية في المدينة نحن شعب المستقل مستقلين وظل مستقلين طلعنا بخدماتنا لريد عاولنا يكتملنا شيء مو قاعدة الحكومة بغداد تبقاسم الكيكي حتى لا تقاسمها الكيكي وعلى 30 تمستم الشعب ما ترتاح وما تستقر وما نظل تقيقة واحدة بالحكومة ما نظل الحكومة حدي شعب التبر شعب الباصرة شعب الجنوب التبر ليس التبر خدماته طائحة ما قدمت النشي الحكومة سقوط الشهدائي في المدينة وإصابة المئات بسبب المطالبة بمياه صالحة للاستخدام البشري لم يحركوا ساكن لدى المعنيين في الحكومة المركزية والمحلية لتأتي هذه المحافظة المنكوبة من أجل استغلال الوقت لتشكيل الكتلة الأكبر يعني أنا هسا الحديث اللي سمعته أنه البصرة ما بيهاشي نحن ليش قاعدين ما دري يعني حديث اللي سمعته أنا اليوم كمحافظة قول البصرة ما بيهاشي زي المواطن ماذا راح يقول هو البصرة تحترق تدرون لو ما تدرون إذا محترقت بالقرآن توا قدامي ضربوا مرة ورجالي يشك مننا ولد شابي بقدمنا هنا تقلش هظاية كلها تشذب بشذب كلها ضدنا إحنا هذه البصرة كل المحافظة هاي لو بغداد كل إحنا تشارحنا لهم والله مصلوبين والله ريد نمتشي شفابنا عطالة فطالة ليش إحنا شن نسوي له تعالي هنا صلوا يا أي أنا عراقي وإنت عراقي وشهدت مدينة البصرة خلال الأيام السابقة احتجاجات شعبية عارمة جابت شوارع المدينة سقط على أثرها عددا من المتظاهرين كما حرقت عدة مباني حكومية وغير حكومية وشهدت مدينة البصرة فراغ أمني كبير في المحافظة لبرنامج الجهة الخامسة فؤاد الحلفي البصرة مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من الجهة الخامسة عن البصرة وأحوالها واحتجاجها سيكون حوارنا ليلة مع الدكتور ناصر الكناني المستشار الاقتصادي العراقي فأهلا وسهلا به بيش من خبتين شكرا جديدا على الصلاة أهلا دكتور دكتور ناصر طبعا في البدء لابد أن نلمس أسباب الاحتجاج في البصرة لماذا انطلق بهذا الحجم وبهذا التوقيت بالذات أولا موضوع البصرة هو موضوع جديد بالمناسبة البصرة تعاني منذ بداية 2003 أو حتى قبل 2003 بصراحة البصرة ما يجت حكومة أنصفتها بالرغم من هما كلهم من أولاد البصرة بالوقت كان نظام السابق كان المحافظة يجي من محافظة أخرى يشوفوه يرعى المدينة ويحميها وكذا ويحافظ عليها إلا أنا للأسف يعني هذه زلت البصرة مرات متكررة كل زيارة يعني تفرق عن زيارة بحدود السنة أجي ألقي تناقص وليس زيادة يعني ماكو شي جديد أشوفه بالبصر غير البؤس والحرمان يعني عدم النظافة وكثير يعني شي مؤلم جدا هذا طبعا هذا الموضوع تراكم وكيد منيوصل إلى حد الانتجار فأكو عدة عوامل منها العامل الأول اللي هي الضغوط اللي موجود أيضا هو عد المواطن أنا ما لا أقول بالاثنين أكو مشكلة تكمل بالاثنين الحكومة المركزية والحكومة المحلية نعم والاثنين ما أنصفوا فهذا طبيعي أكيد صار أكو مشاكل وتراكم عند المواطن والمواطن طبعا ما لا يشوف شي جديد بالإضافة إلى موضوع الخدمات اللي هي لا تذكر يعني شنو مويمة كهرباء شهيحة نسبيا يعني هذا الحشي يخم حقهم بس أكو تسييس صار بالموضوع يعني مضعف لبعض الشي الغرب أو الناس اللي عندها مصالح بالبلد تتربص الفرص وين تتجد نقطة تضعه حتى تجد تدخل من خلالها فدخلت من خلالها هذا الموضوع اللي صار ليس من أن ما توقع أهل البصرة هم يحرقون مدينتهم أو يحرقون مكاتبهم منهم مكاتب هم كلهم كانوا حشي شعبي ومكاتب كلها تعبار حشي شعبي لا يمكن إطلاقا أنا أقول مستبعدة بس تبعدها جدا وبعيدة جدا هي هي تكون من بناء البصرة طيب يعني هناك طبعا بعض التقارير تدعم أن حصة البصرة من الموازنة حصيلة 15 عام هي 200 مليار دولار لكن لا أثر على هذه الموازنة وهذه الأموال على الأرض يعني كيف تفسر لي أنه بلد يعني خصوصا هذه المحافظة تملك الذهب وتأكل العقود أنا بصراحة هذا الرقم مبالغ بي جدا بصراحة ماكو بعيد هذا الرقم جدا دعنا بدنا نحسب الـ 15 عفو الـ 200 مليار قسمها على 15 تطلع بحده 13 مليار دولار 13 مليار نعم أو أكثر من 13 مليار دولار سنويا وهذا لا يمكن إطلاقا إحنا مرت علينا سنوات ما عندنا هذا الرقم يعني شون نقدر نقسم عندنا 18 محافظة وعند المشاكل اللي يكتب كيف نحن نضطي 13 مليار دولار لكل محافظة أو لخص محافظة البصرة ما هذا الرقم مبالغ بي جدا طيب يعني لو حضرتك مثلا كان بيدك مبلغ معين لا نقول المائتين مليار دولار مثلا جزء منه يعني وعطينا بيدك وعطيت لك صلاحيات كصلاحيات مثلا محافظة البصرة كيف ستتصرف فيها اقتصاديا السؤال جدا صعب لو كان هذا الموضوع فعلا المحافظ هو صاحب القرار لم تكون هناك قرارات فوق من المحافظة نعم أكيد يتصرف غير هذا التصرف أنا مره دي يقول أني أفضل من المحافظة اللي يمره نعم بس أكيد كل الإنسان عنده رؤية بس إذا كانت الموضوع مو بيدي يعني مثلا ضغوط عليه من تجاهب مكانات أخرى أكيد يعني والمحافظة اللي يجا ترين انت يعني تابع لكتلة معينة مشاكل كثيرة أما إذا يجي شخص مستقل وفعلا هو ما علي ضغوط أكيد رح يبدأ مو شرطة لأني ما تصوري علي أنا أفوال واحد نحن كمثل طبعا نحن كمثل أكيد 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 غير هذا الموضوع اللي يصير طيب الأولويات شو رح تكون عندك الأولويات الأولويات اللي تكون عندي أولا نخليح شيء شغلة إحنا نشوف حاجة المواطن ما هي أولا إحنا عندنا نسبة تكاثر بالسكان يعني نمو السكان النمو السكان يفترض لكل إنسان عقل تقديل كل خمس حوائل خمس نفرات عندهم بيت نعم فلازم أقسم هذا العدد السكان على البيوت اللي موجودة هل هم ذول اللي بيوت مهالكيها أو مستاجرين أنا ألغي شغلة إيجار ماكو إيجار وابنوا بدن حديثة على غرار ما موجود في إيجارة لكويت أو ديوباي أو موجودة نعم نحن ذولك ما فول من عندنا ولا عندهم إمكانيات اللي هلن نتركها البصرة عائمة على بحير النفط البصرة من النفط مزدق خان مستفيدة أهل البصرة طبيعي يأكو كثير إن أولوية نحن نطيها طبعا للسكن وبعدين نطيها للزراعة والصناعة والأيدي يعني ما نخلي فقير بالبصرة نهائيا لا يمكن نعم طيب يعني أنت بتتوقع أن حكومة تعجز عن توفير الماء الصالح للشرب أو حتى يعني مثلا محطات للتحلية أو الماء النظيف أو يعني خدمات بسيطة يمكن أن تقود بلد لا لا نقول هذه قضايا سياسية وليس إلها علاقة جهائيا بالضعف في داء الحكومة قضية سياسية ما أكثر طيب يعني هاي إحنا المظاهرات أو الاحتجاجات دخلت أكثر من يعني صار لها أكثر من شهرين فيعني والحكومة لحد الآن لم تلبي أي طلب من هذه الطلبات يعني كيف بتبرر لي أنه يعني حكومة قيد الإنشاء وجديدة ومحتجون موجودون في مدينة البطرة بكيف يعني راح توازن بين خلق حكومة جديدة وهي لم تستطع تلبية رغبة من رغبات هذا المواطن وكل رغبات مشروعة طبعا العبه الحكومة الجديدة بعد لحد الآن ما اشتغلت حتى القديمة منها لم تنفذ أي شيء القديمة خلي أقولي الشغلة الكبيرة جدا القديمة اللي سوتها ما هي أولا القديمة استلمت الرصيد اللي موجود فيه طبعا على حاجة رئيس الحكومة نعم على حاجة رئيس الحكومة اللي هو سيدة الدكتور العبادي قال احنا استلمنا الحكومة عندنا مطلوبين بحدود 15 مليار وفيه قاصة بحدود 3 مليار طبيعي اليوم احنا مطلوبين 124 مليار خارجي وعندنا داخل 20 مليار وايضا نسحبنا من البنك المركزي بحدود 40 مليار ونحتاج إلى 16 إلى 15 مليار إلى نهاية السنة يعني معناها احنا بالسنة القادمة إرادتنا بحدود أكثر 200 مليار دولار مطلوبين بالوقت اللي احنا إراداتنا اللي هي 95% منها من النفط لا تساوي أكثر من 70 مليار بكل الحالات نعم يعني جد مصعد النفط ما يوصل لها 70 مليار دولار عدنا أكيد عندنا موظف ما يتقال راتب من الدولة بحدود كان 750 ألف 9 مليون 750 ألف شخص بين موظف وعفو مستمر ومستقاعد ورعاية صحية ما بها طبعا قريب كردستان نعم اليوم بناهل الحجد الشعبي صار وحدود 10 مليون دولار 10 مليون موظف أو يتقال راتب عقوب الدولة حقيقي دولة 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 موظف 60 مليار دولة فقط رواتب إذن معنات ما تصفى من الإيرادات النفطية بحدود 12 مليار دولة فأيضا أكيد ما راح تغطي فالديون اللي تراكمت نتيجة العجز اللي موجود بالموازنة طيب هناك من يزعم أن أزمة البصرة صنعتها الحكومة لأهداف سياسية منها يعني دفعهم لتمهيد لخلق أقليم كأقليم كردستان ماذا تقول بالله إذا حتيت هذا الموضوع هو مو جديد موضوع الأقليم أنا أكثر من مرة انطلب مني أن أحضر في نفسي الخصوص يعني خصوص قليم البصرة ومر قليم البصرة سموه مرة سموه سموه يعني يعني عدتك مسميات من غاية واحدة رفضت فموضوع الأقليم هو انتهى وطبعا أول مناد به دكتور وعال عبداللطيف نعم وكان ما عارف من نويا كان من المحافظين في ذاك التاريخ وكان بتشجيع جهة سياسية معلومة إلى أن هذا الموضوع انتهى في وقت ظلت موضوع آخر لأنت تفضل تبيد موضوع نحن ننذب اللوم على جهة وحدها الكل يتحمل المسؤولية الكل يتحمل وهذه طبعا قراءة يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم وقفوهم أنهم مسؤولون الكل مسؤولي طيب هذا مو يعتبر تفكيك للعراق تكاثر الأقاليم ومطالبات الفدرالية هذا مو تفكيك بارحنا على أقاليم الفدرالية طبعا هي بمفهومها الحقيقي أنه تعود للسلطة الاتحادية نعم الدولة الاتحادية لكن مطالبة الأقاليم وقفوهم كيف صار تفكيك للعراق وهذا طبعا المطلوب هذا هو المطلوب والأمريكان هذا اليوم إذا منوحد صفوفنا كعراقيين منوحد صفوفنا كسياسيين وحصوفنا كرجل واحد لا يمكن نحر المشروع الأمريكي في المنطقة طلاقا وفي العراق بالذات هناك طبعا أيضا تقارير تشير إلى ضلوع أمريكا بخلق فوضة وأزمات يعني داخل البلد وأيضا حملتها في الإطار الإيراني لماذا هذا التضارب أنا وأيد ما جئتي به بالشقر الأول اللي هو الأمريكان الأمريكان كل اللي يصير وصار للعراق واللي راح يصير للمستقبل هو أساس الأمريكان وكل الإفرازات هي أساس الأمريكان ما بها حتى الفساد اللي موجود هو أساس الأمريكان ماكو شيء إذا ما هو أساس الأمريكان طيب برأيك يعني بعد أربع سابيع من المظاهرات انحرف المسار من مطالبات مشروعة إلى حرق المكاتب حرق المستشفيات حرق المؤسسات الحكومية طبعا والسياسية والمقرات الدبلوماسية كيف قرأت هذا التحول فيها على الحكومة المركزية أكيد أقرأ بالذات لأنها قصف بالاحتياجات مثل ذاتها والتهت في موضوع الكتلة الأكبر وهذا التنازع اللي هو على السلطة أيضا الناس عدتهم مطالب بعدين قلت لك تربصون أعدانه لأي فتنة حتى يخلقوه فإدخلوا بيناتهم الناس كثيرين والحرق اللي تم وهذا مو بيعدي عراقية بصرية طيب تتوقع الحرائق اللي صارت هو نتيجة لصراعات بين الكتلة السياسية والتحويل البصرة إلى ساحة لتصفية الحسابات أبدا بعيد كل شباعة هذا الموضوع هذا الموضوع موضوع على علاقة فتنة أمريكية جايتنا من خلق من خارج البلد طيب برأيك أمريكا ماذا تبرد؟ نعم أمريكا ماذا تريد يعني من التدخل أولا إذا على أمريكا أمريكا تريد البصرة كلها ترحل نعم تبقى المدينة خالية وتكون منطقة نفطية خاصة بهم أنت تسألين هذا السؤال موضوع آخر تسمحي لا تطرق له نعم أولا لماذا لماذا مصرح لنا ميناء الفاو لماذا يطرق على ميناء مبارك إذا تبقى ما ميناء مبارك يتلاقيünk سنتر لا لا سنتر المنطقة النفطية اللي هي العراق السعودية الإمارات البحرين الكويات بالإضافة إلى إيران هذا الـ هذا الـ هو ميناء مو ميناء نمطي يعني مو ميناء عادي هذا ميناء نفطي نعم هذا الميناء النفطي رح يجمع نفط المنطقة بيأكبله وصدره عبر انبوب من ميناء مبارك يصل إلى جورجيا على البحر الأسود هذا الانبوب طوله 1520 كم يمشي بين الأراضي العراقية الإيرانية ويمتد وطبعا هم مشروعهم الآخر اللي هو قردستان الكبرى اللي تنتد من زرباطي صعوداً إلى البحر الأسود إلى جورجيا هذا المشروع مشروعهم هم كل هذا يشتغل عليها وعدهم طيب استثمارات الشركات الأميركية يعني في جنوب العراق هو نفط مانهم هم شون استثمارات خلف العسد شهرستان يمطاهم يعني النفط هباه هبه مع الأبو وسلم أينهم طيب يعني مثلاً البصرة تشكو من البطالة واستثمارات الشركات الأميركية متواجدة على الأرض أكو خلل هنا أكو خلل بالشعب والجهات المعنية اللي هيفتروا اليوم الشركة انت يا سجنة اشتغلت هنا لكفاتك يعني من يطلب الفضائية أو الشركة أو الكذا يطلب كفاءة معين فالبصرة ما بيهم الكفات ما يجد تناسي أهلتهم لغرض أن يشعيلون بالشركات الأميركية أو أي شركة أخرى يراد لهم تأهيل في سبيل هذا طبعاً ليش هم شركة بالمناسبة ترى ذا يستوردون العامل اللي يجلبوه من بره أغلى من العامل العراقي يأخذوه كثير بس العامل العراقي ما مؤهل العتب عليهم على التعليم العالي وعلى المعاهد وعلى كذا يفترضي أهلون هذا المواطن حتى يقدر يدخل نعم طيب لماذا استخدمت الحكومة يعني القوة المفرطة ضد المتظاهرين مع العلم أن الدستور يسمح بالشعب بالتظاهر لمطالبة حقوق مشروع طبيعي الدستور أعطى الأحقية الكبيرة إلى المتظاهرين بس إحنا هنا عندنا نحشى عن الناس اللي ندست بين المتظاهرين أنا لو كنت هناك قائد حراك لأوقف كل بسيرة كل الاحتجاجات أوقفها لغرب فضح كشف المندسين الموضوع يخص المندسين وليس يخص الشعب البصري طلاقا طيب وكيف ممكن أن يفرقوا بين المندسين وإذا حتى لو لم تتمكن من إيقاف يعني مثلا استخدام القوة المفرطة في القتل يعني هي القرارات قرارات فردية ما لها قرارات فردية يعني يتحملها قائد المنطقة نعم طيب تتوقع أنه مسار التظاهرات رح يمتد إلى سائر المحافظات كما صار في الانتفاضة الشعبانية في العام 1991 والله والله أنا طبعا ما أتمنى لهذا الموضوع وده أشوف أكون أقلاب يعني بدأ وده أعون الموضوع ومدى بعده ومدى العبعاد اللي هي موجودة وأكو إن شاء الله الموضوع ينتهي على قريب إن شاء الله طيب بالحل برأيك لإحتواء المظاهرات ومنعها من وضع البلد على حفة المنحدر الخطير نرجع نحن أنا طبعا بالمناسبة عدي مشروعين المشروع الأول اللي هو قام الدعاوة على الدول اللي غررت العراق من 2003 لغاية هذا اليوم اللي هي 45 دولة ومفيلها دول عربية اللي هم بالأخير فضحوا نفسهم وده واحد يعني أشعى الآخر والمشروع الآخر اللي هو عدد ثقة المواطن بالدولة اللي هو هذا طبعا طيب رحنا رح نأتي على المشروع لكن بعد الفاصل نتفضل فاصل مشاهدينا ثم نعود إليكم مشاهدينا ومرة أخرى والدكتور ناصر الكناني المستشار الاقتصادي العراقي نعم دكتور أخبرتني أنه لديك مشروعين نعم المشروع الأول اللي اشنا نوهنا عنا اللي هو قام الدعاة على الدول العراق اللي ضرت العراق نعم وهذا المشروع هو ليوقف مشروع مشاريعهم في العراق والمنطقة بأكملها ولا يمكن إنهاء كل الفتن اللي موجودة بالعراق إلا بهذا المشروع نعم ما هو كان نوحا المشروع الآخر اللي هو عادة ثقة المواطن بالدولة اللي هي طبعا البصرة جزء من جزء منه أكيد جزء من العراق فانتسمحيني لأقرأ المواطن العراقي بعد 15 سنة وقد تمتد لسنوات أخرى إذا ما بقي الحال مثل ما هو عليه وأود أن نذكركم بالمقولة التي صدق بها الحاكم العسكري برايبر النظام ينبثق من الخراب نعم هذا ما قلت يعني هو خرب في سبيل يسوي النظام في سبيل يخلق نظام النظام إنه مو إنه أكيد نعم وعلى هذا الأساس منية العملية السياسية والاقتصادية والمقشود بالخراب وخراب الأنفس وخراب الأنفس أساس الفساد المستشري في كافة المفاصل في كافة مفاصل أحب في كافة مفاصل ومؤسسات الدولة ولا أستثني حتى القطاع الخاص حيث كان المواطن الضحية لهذا لهذا القرار والقرارات ومنها نعم حل الجيش العراقي وكافة الأجهزة الأمنية وتسريح كافة المنتسبين وبهذا أولد فراغا أمنيا سالة لعاب المتربصين من الخارج وبالتعاون مع أذنابهم في الداخل حيث أشاعوا الفوضى والدمار الممنهج والعبث في أرشيف كافة دوائر ومؤسس الدولة بعدما خلقوا بعدما خلقوا أبواب الدوائر أعلى بالإضافة إلى القتل والسلب ومنها الآثار وحرق الوكتوات وسرقة البنوك وهكذا وكل هذا تم من قبل القوات الأمريكية والتقطيع سرقاتهم أشركوا أذنابهم لكي يغطوا على جرائمهم من أكراء اثنين حل وزارة الإعلام مما أدى مما ولد فراغا توعويا وكذلك خوف من توثيق وفضح جرائمهم الثلاثة حل وزارة الصناعة وتسريح منتسبيها وجعلها أرضة إلى الحرق والتخريب والسلب والنهب وفتح باب المنافذ الحدودية على مصرعيها لدخول البضايع التالفة مما أدى إلى إيقاف عمل مصانع القطاع العام والخاص وكذلك العبث في محتوياتها من مواد الخام والمنتجة أربعة وزارة الصحة لم تسلم هذه لم تسلم هي الأخرى من التخريب حيث أخرجوا المرضى الراقدين في المشافي وعبثوا وسرقوا محتوياتها بعدما قلعوا أبواب مخازن الأدوية ونستجمات الطبية خمسة وزارة التجارة لم تسلم هي الأخرى من العبث وسرقة والتخريب وسرقة والتخريب من قبل الإصابات حيث تم قلع أبواب المخازن للمواد الغذائية وسرقة وحرق محتوياتها بعدما مكنتهم القوات المسلحة الأمريكية وكل ما سرده غيظا من فيض وجميع على علم وكذلك تم تسريح منتسبيها وبهذا أصبح كافة منتسبيهم القطاعين العام والخاص بلا عمل ولا إيراد يسد احتياجاتهم وهذا ما دفع قسم منهم يمتهن غير مهنته لكل ما تقدم عرفنا السبب وسأذكر ما فعلته القوات الغازية بأمر من حاكم العسكري أولا علاج كيف نعالج هذا الموضوع تشكيل لجنة من قبل الجهات ذات الاختصاص لغرض إحصاء المواد المستوردة التي تغطي الأسواق المحلية حاليا اثنين العمل على إيجاد آلية لتغطية الأسواق المحلية من المواد المستوردة على أن تتم بأيدي عراقية محلية سواء كانت صناعية أو زراعية ثلاثة العمل على إيجاد الفرص لتشغيل العاطلين عن العمل من كل جنسين وكذلك تغطية احتياج الأسواق المحلية من المواد المطلوبة والغرض أعلى يجب العمل على تخصيص أرض لإنشاء مناطق صناعية وتجارية وترفيهية في كافة المحافظات وتجيع العاطلين عن العمل لاستغلالها من خلال إنشاء مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة حسب اختصاص كل مجموعة منهم أربعة فرز العاطلين عن العمل من كل جنسين حسب تعليمهم العلمي أو المهني لغرض فتح مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة حسب الاحتياج وكذلك الزراعة وغرش تصليح في كافة المجالات خمسة دمج كل مجموعة بشركة مساهمة خاصة وفق اختصاصهم تدار من قبلهم على أن يتم استيراد مصانع حديثة لهم نعم ستة تعتبر كافة التخصيصات المالية بمثابة قروض بضمانة حجز الشركة بمشروعها لصالح الجيه الممولة لحين تزديد مبالغ القرض سبعة القرض يتم العمل على تزديده بعد العام الأول من نصب وتشغيل المصنع على شكل أقصاد شهرية أو حسب الاتفاق بهذا نكون قد تخلصنا من البطالة واكتفينا ذاتيا من البضايع المطلوبة بالإضافة إلى القضاء على الفساد وتهريب الأملة تسعى العمل على فتح معاهد تدريبية بكافة الاختصاصات الفنية لمن لم يمتهن مهنة حرة عشر العمل على إنشاء مدارس رياضية لكافة لغرض تذيب وتأهيل لاعبين من الشباب من كل الجلسين عشر تجيئ النساء بقروض ميسرة لغرض العمل الحرفي في المساكن بالمواد الغذائية كلها حسب رغبتها هذه طبعا اهتينا القطاع القطاع الخاص العفو البطال طب برأيك الجهات الرائية لهذا المشروع يعني ممكن أنه تكون جهة رائية طبعا بمناسبة هذه راح للدولة والدولة خصصت بحدود المليار دولار بس لأسف مش تغلو بصلا ما احنا دونه شيء ليش لا أكو خلل أكو خلل بالعطاء يعني راح يمطون قروض بسيطة جدا لص المشاريع الصغيرة اللي تسمى مشاريع الصغيرة وأنا منتأكد اللي راح يأخذون قروض شباب فردية قرض فردي راح يأخذ مون قرض مسلمان يدعب شيء أجمعان رديت أجمع كل مجموعة مهنة معينة نفتح لهم مصنع هم يشتولون هم يدونون المصنع طبعا بكل العراق أينما يكون احتياج المصنع راح يفتح المصنع يعني حلول سريعة أيضا طبعا حلول سريعة وفورية وعاجلة ونخلص من البطالة هذا كل العالم عفوه اليوم أنا ابني يتخرج ما يلقي يعني أي عمل نعم فأنا من كان ما يطالب الدولة بتعيين هناك بتعيين هناك قطع خاص نهو أو حيوي ممكن بالمهنة اللي هو امتهنها ممكن يسوي لشركة هو وياه مجموعة من أصدقاء واشتغلون به نعم وثانيا القطاع الصناعي الخاص نحن نستدلون البطالة نعم البطال هسنا نجعل القطاع الصناعي اللي هو أكو مصانع بس متوقفة نعم أولنا نعمل على إعادة الحيوية للقطاع الصناعي الخاص من خلال تأهيل المكان القديمة وإضافة خطوط إنتاج حديثة اثنيا إعادة تشغيل مصانعهم من خلال قروض مالية ميسرة تغطي احتياجهم لغرض إعادة تأهيل الخطوط الإنتاج القديمة واستيرات خطوط إنتاج حديثة بالإضافة للمواد الخام التشغيلية بعد تقديم دراسة جدوى مستفيدة لخطوط الإنتاج القديمة التي بحاجة إلى تحديث وكذلك المطلوب إضافتها وعدد العاملين المطلوب تشغيلهم يعني يخدم لنا كل شو يقوله هل قد أنا رح أشغل الأمان ثالثا ضمان القروض بموجب حجز المصنع أو الشركة لصالح جهة الموجودة رابعا اعفاء المؤدات والمواد الخام الصناعية المستوردة من الرسوم القمرقية والبراءة ثالثا قطاع الصناعي العام والمختلط هل نحن خلصنا من القطاع الخاص الخاص نعم أولا عمل على عادة تشغيل مصانع القطاع العام والمختلط من خلال العمل بعقود المشاركة وفق قانون البي بي بي نعم طبعا هذا قانون المعمول بي عفو المعمول بي عالميا لغرض تشجيع الاستثمار المحلي والألجابي اليوم آلم نروح على أي مصنع أو أي شركة من الشركات أريد أدخل يهم مشاركة نعم فيفرضون علي فرضيات كبيرة جدا لغرض الاستئزاز ولغرض الكلام أما هذه العقود طبعا جتين ونجتين ونجتين وسلمت إلى وزارة التخطيط ووزارة التخطيط وزعتها على كل المؤسسات والدوار الآن كل الدوار لم تعمل بها لحد الآن لم يستفادون إذا عملوا فيها ورح يستفادون ما هي فساد ثالثا نقول القطاع العام نحن نشير عنها البيبي ثالثا نعمل على تجيح الشركات الصناعية الأوروبية والتركية والكورية لغرض وإنشاء مصانع حديثة في العراق مماثل للمصانعهم بطريقة المشاركة أو الخاصة وخصوصا مصانع الأدوية والمواد الغذائية طبعا هاي أهم فقرتين نحن عدنا بالعراق الأدوية والمواد الغذائية إذا تجينا أدوية كل أكسفاير وقد يكون مصارطنة وقد يكون كذا إذا إحنا جبنا مصنع من بره وانطينا مساحة هنا وبنا مصنعة هنا طبعا بالتعاون مع شركة العام هو إعادة المصنع مثلا سامراء للأدوية لا هو اللي رح تجي مصنع سامراء ما يغطل شيء أنا طبعا عندي سيدي اللي احتياجات وزارة الصحة للشكم آيتم نعم يعني بحدود 700 مليار دولار سنويا لإستيراد أدوية نعم وسيطر عليها فلان وفلان بالمناسبة هم اللي ما يخلون المشاهد هم ما يخلون هذا المشروع يشعر نعم يعني الفساد اللي موجود هو اللي برأيك الفساد يعني طبيعة متوارثة شخصية أم وافدة على العراق لا لا وافدة أنا ما عدنا بعيدة جدا نعم دخيلة اي دخيلة من بعد 2003 اللي صار عندنا انتشفتوا بدين فلشنا هذا موساتنا واحد يأخذ لها كرسي والأخي أخذ لها ثلاجة والأخي دميش الموقوذ الكمبيوتر يشلع الكيبور بس الغريب انه الأحزاب الحاكمة يعني تحمي المسؤولين الفاسدين توفر لهم حصانة يعني مو شي مو تحمي هم فاسدين وليس أذرع هم فاسدين تعمي أذرع هم ذلك عد راح هم دايش تعمي أذرع ذلك قد يكون بالواجهة وما بالستفيدين بقدر شخص الثاني نعم فضل دكتور ثالثا ضمان حماية المنتج المصنعة محلية لشركات الأجنبية أو العراقية من خلال إيقاف الاستيراد للمنتج الممثل أو من رفع تعريفة قمرقية والضرائب والضريبة يعني حتى أحمل المنتج الوطني اللي يعني قلنا راح نجيب شركات ما راح أقول له توقف الاستيراد نعم راح أخليه ضريبة عالية عالية بالضبط وقمرق عالية اللي يتخليه الوطني طبعا على أن يكون عندنا كوالتي مضبوط مو إنتاج عندنا هنا نقول ثالثا تشجيع الشركات المحلية والأجنبية من خلال منحهم قروض ميسرة لمنح لمن يحتاج رابعا فرض تشغيل موظفين عراقيين بما لا يقل عن 70% من الطاقة الاستيعابية للعمال نعم يعني أي مصنع يفتح يفترض مو أقل من 70% يشغل عمال إذا كان مصنع أجنبي رابعا القطاع الصحي أكثر القطاعات متردي بسبب قدم ونقص المستشفيات والتلوث البيئي ونقص الأدوية والمستزامات الطبية وكذلك النقص بالكوادر الطبية والتمريضية الحلول أولا عرض المستشفيات كلا أو جزءا للاستثمار أو المشاركة وفقنا تقدم يعني وفوق البيبي ثانيا تقسيس قطع أراضي لإنشاء المستشفيات وعرضها للاستثمار ومنح علاج المرضى العفو ومنح علاج المرضى في المستشفيات الخارجية المدعومة من قبل الدولة يعني بعد نمنع اللي يطلع برأيه خامسة المشاريع السياسية التي يجب العمل عليها من قبل مجلس النواب والحكومة القادمة أول مرة أنا طلبت مؤتمر عام للوحدة الوطنية على غرار البرنامج المرفق عدني مرنامج نعم إعادة النظر بفقرات الدستور العراقي وإلغاء وإضافة ما ينسجن مع المرحلة الراهنة طبعا هذا واجبهم هؤلاء هذه الأقوال اللي يصدروا للمعركة ممكن أن يغيروا بالدستور لماذا يغيروا القرآن هو أنه لازم 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 عدد معين زائد نسبة معينة حبور أربعة كتل توافق عدري هذا نغير الدستور مع الدولة أخرى إلا دستور نعم غير بما ينسجن مع الواقع الحالي يعني شو نمشنبين القرارات برايمة لحد لأن قرارات برايمة عامية 14 سنة مثلا يفترض دستور جديد لا يعني الحال قديم يمكن تجديد لا دائما هسا حتى بالبيت تقعدين يجددين باستمرار أكيد بس يبقى الأساس يبقى الأساس فأحنا ما رافض الأساس مرافض الدستور بالكامل في فقرات يجب أن تنسجن مع الواقع تمام يقولنا عادت النظر بكافة قوانين صادرة بإلغاء أو إضافة أو حذف فقرات منها بما ينسجن مع المرحلة القادمة وتعويض المتضررين من جرائها الكثير هناك ناس تضررت تضرر أربع فرض القانون والقضاء على الفساد ومراجعة كافة العقود السابقة ومحاسبة المقصرين وأهم ما فيها جولة التراخيص النفطية وقانون شركة النفط الوطنية طبعا شركة النفط الوطنية بلعت وزارة النفط بيأكملها أكيد وخص خصة بكل شركات ومؤسساتها عندنا أربع شركات الحفور والإنتاج شركة النفط الوطنية اللي بلعت العنوان شكل والمضمون شكل آخر أولا أسست بأربع مئة مليار بالوقت اللي إحدى الشركات اللي هي بتلعتها كل شركة أكثر من مليار ونصف تمام وبدأ مؤكثر طيب عنهم ما ديقول شركة وطنية هنا طيب المجال الأجنبي يجي يستثمر بها أذن من الوطنية أذن من الوطنية أذن من الوطنية يعني أنت شون دي تحتيش دي تغلط نفسك دي تقشمر المواطن دي تقول لي وطنية وبعدين شنو أنا عندي وزارة النفط سلسوا بشركة ليش شركات هو هذا السؤال أنا كترح أسأل ليش شركات إذا وزارة النفط قائمة لا عندي شركات قائمة وهذه منذ القدم وشركات معروفة طيب يعني شركة وزارة النفط مو يتوقف عملها عند الشركة طبعا أنا ابتلعت ودأقولش ابتلعت وزارة النفط ابتلعت باحة في العمل على إعادة فرض القانون والقضاء على الفساد ومراجعة كافة العقود السابقة ومحاسبة المقصرين وأهم ما فيها جولة التراخيص والنفط وقانون شركة النفط الوطنية خمسة العمل على إعادة الكفاءات المهاجرة ستة العمل على إصلاح النظام الاقتصادي وإيجاد الحلول اللازمة الاقتصادية سبعة العمل على تنويع وتعظيم مصادر موارد الدولة ثمانية الاهتمام بالموارد البشرية من خلال إنشاء مختبرات حديثة تسعى العمل على حفظ النظام وأمن المواطن وجعلهم الأولويات والحد من الجرائم الاقتصادية والمخدرات عشرة الاهتمام بنوعية ومصادر الغذاء والدواء سادسا الجانب الخدمي طبعا راح ناخد فاصل ونعود إلى الجانب الخدمي مشاهدينا فاصل ثم نواصل مشروع الدكتور ناصر وعادة أخرى إلى الدكتور ناصر الكناني المستشور الاقتصادي العراقي نعم دكتور قبل تواصل احنا وصلنا يمكن إلى الخدمات نعم تساعد الخدمات بس عندي فقرة أسألك عليها يعني أنه بالرئاسة الكتلة النيابية يعني بكل كتلة يوجد مسؤول هو يختص مثلا في المشاريع وهذا المسؤول كان فاسد ألا يجب أن يكون الرئيس الكتلة هو المسؤول عن فساد هذا المنتسب عندك؟ ومن يقدر يحسب رئيس الكتلة؟ من هو؟ هل رئيس الكتلة هو موظف؟ أنا عندي طبعا راح أكملش حسنا راح أجيش على رأساء الكتلة بالمناسبة ما راح أستثنع حداني وانا خلي حبسونا ناشيسونا خليسونا السلامة إلك إن شاء الله سادسا من جانب الخدمي العمل على حل أزمة الطاقة الكهربائية أثنين العمل على حل أزمة السكن ثلاثة العمل على حل أزمة النازحين وإعادة المهجرين أربعة العمل على تعويض المتضررين جراء لحدات العسكرية والإرهابية خمسة العمل على الاهتمام بالتعليم بكافة المراحل وإعادة العمل بالمناهجة التربوية ستة الاهتمام بالطلبة والشباب ورفع الكاهل عن الإسرة يعني أنا عندي أربعة أو خمسة طلاب تعرفين مصاربهم وهي طبعا نوع آخر من الابتزاز أنا أعتبر الجامعات والمدارس الأهلية سبعة الاهتمام بالبيئة والصحة وصحة المواطن ثمانية البيئة مثل البصرة بيئتها ممتازة جدا ثمانية الاهتمام بتوفير مياها الشرب والسقي والاستصلاح الأراضي الجراعية والتربية الحيوانية تسعة الاهتمام بالمنى التحتية لكافة المحافظات بمدنها وقراها وإيصال الطرق المعبدة لها عشر العمل على تجيع المزارعين بمنحهم قروض ميسرة ومعدات زراعية نعم اهداعش العمل على الاهتمام بالفلاح وبناء قراص عصرية متكاملة متكاملة الخدمات لهم لغلط تجيعهم على الهجرة المعاكسة من المدينة إلى الآليات واثناء عشر اجتمام بعوائل الشهداء والجرحى ورعاية الاجتماعية نعم بس طبعاً احنا هذا حتي تقوم لهذا المشروع عدنا بعد أربعة عاضية اللي هي رقم واحد الأزمة الاقتصادية وحلولها نعم اثنياً قلنا نموت تمر عام للوحدة الوطنية بطر الثلاثة قلنا تعظيم موارد الدولة أربعة عدنا ثورة الإعمار شون احنا نعمر البلد وما نستجدي الروح مثل ما رحنا إلى تسمحي لا قرارش هذا بس ياريت ملخص لأنه عدنا عدنا مشروع الثاني اكيد راح يعني النوع خاف يضغى عليه اذا نخلي هذا الاشعر آخر نعم احنا لا فهمنا الفكرة يعني انه كفكرة بس أنا المؤتمر العام يقلنا الوحدة الوطنية ضروري جداً نعم هذا الوقت في الأخص في هذا الظروف هذا اللي حني محتاج أكيد والبطر على شفاء حفرة يعني نعم نعم بعد ما انهيئ لهم المستلزمات اللي هم يريدوها نعم لا كل وقت نعلن المؤتمر العام للوحدة الوطنية فيما يخص ثورة الإعمار بس هذه شعة مطويلة ثورة الإعمار نعم يعني بسيطة جداً شغلتها بشكل يعني بغير تفصيل مثلاً ناخذها كفكرة المهم هي احنا اريدت اللي أسويه احنا عدنا قادر هندسي كبير معدات ثقيلة بكل الوزارات عندنا الدفاع والداقنية والاسكان والبلديات نكي والحشد والجيش كل مفاصل الدفاع كل مفاصل الدفاع عندنا هم معدات ثقيلة غريدر وبلدوزر ومكاين يعني كل مكاين اللي موجودة إذا جمعناها كلها وقسمناها على ثلاثة يعني راح تصير حصة كل محافظة ثلاثة عفوا واحدة من الثلاثة نعم اللي هي خلي نقول مجموعة الشفرات مجموعة باللوزارات كل واحدة إدارية كل واحدة إدارية هذا اللي نزلت بثلاثة بثلاثة محافظات مباشرة بطريقة عمل الشعب السابق نعم عندنا كوادر ما شاء الله عاطلين كثيرين خريجين لا مو بس وخريجين خريجين وغير خريجين لا لا ذال عمل الشعب راح يجو ليشتغون نعم بالمحافظة قد يكون ابو البصر راح يشتغل بالموصل وبالموصل باشر يجيه ناية متنت الناس يجي الاجتماعي وقللت الكلاف وبنية عمرت البلد طبعا هيا نزلها لمدة سنة بثلاثة محافظات تنتهي الموصل وخلي نقوله المنطقة متضرر نبدي بيها طبعا على شيء الموصل الأنبار صراح الدين تقلص هيا بعدين ننتقل على كاركوك وديالا وقد يكون بغداد أو الحلة وهكذا نتنقل الآن خلال خمس سنوات البلد يتعمر ومجان المعدة ما خلينا شيء الأيدة عراقية والمكاين عراقية يعني فكرة بسيطة ممكن ترطم العراق يعني من الهلاك خلينا نقول مو ما بيها مصاريف بيها كلف بسا ما تساوي عشرة بالمئة من الكلف الحقيقية إذا هم فعلا رادوا يشتغلون طيب الآن نتحول إلى محور آخر وهو محور الإرهاب الأميركي على العراق أنت خبرتني أنه عندك مشروع لإحالة كل من قام بغزو العراق أو كسر نفسية العراق إلى المحاكم الدولية كيف يمكن الثأر لأهل العراق وأبناء العراق ممن قام بالخراب؟ طبعا إحنا قلنا اسم اليقبة الوطنية الشعبية هذا المشروع الهيكل التنظيم المشروعية تكون المشروع من هي مستقلة بقرها الرئيس بغداد ولا هفروع في كافة المحافظات طبعا رئيسها الرئيس وجلس دارة ودائرة إدارية معاون داري ومعاون فني طبعا بيها 17 دائرة ومخصص الواجبات لكل دائرة شنو واجباتها أنا رأيدي أطلع من الواجبات وأتخلط عليه بالمقوع مباشرة طبعا كل قسم قلنا أهم قسمين عندنا بصراحة اللي هو الإعلام والدار القانونية أكيد لأن الإعلام هو راح يكون مرافق مو مرافق هو الإعلام أيضا يكشف وإحنا هذه معركتنا معها معركة إعلامية إعلامية تمام بالضبط ما عندنا غيرها أنا راح أبدلك من الأوليات كل هذه المقدمات ونجد المحور الأول اللي هو هسا نحكي على الهدف العام للمسروع لقد شنت أمريكا وحلفائها حربا دموية على العراق استهدفت هيكل الدولة وشعبها وثرواتها وحضاراتها وأرثها الثقافي بعد أن هيئت لهذا الأدوان الأسباب والمبررات الموجبة وأقنعت الرأي العام العالمي به ولم تقتصر نتائج هذه الحرب الكارثية على العراق فحسب بل شملت منطقة الشرق الأوسط وحتى العالم فقد استخدمت قوات التحالف الدولي وبشكل عشوائي في هذه الحرب أحدث الأسلحة وأشدها تدميرا اتجاه أهداف حكومية مدنية وعسكرية وكذلك المناطق المأهولة بالسكان داخل المدن أمام مرأة ومسمع العالم حيث أدانتها الكثير من المنظمات العالمية فقد ورد في تقرير منتدى السياسة العالمي إن ما جرى على العراق هو كارثة حلت به بعد العشرين من آذار عام 2003 من خلال الآتي واحد تدمير الآثار والحضارة والتراث الثقافي للعراق حيث تجاهلت الولايات المتحدة وحلافاء النداءات والإنذارات المتكررة التي أطلقتها العلماء والمنظمات الثقافية الأثرية بضرورة حماية التراث الحضاري والثقافي بما في ذلك المتاحف والمكاتب والمواقع الأثرية إلى أن القوات الأمريكية لم تأخذ كل هذا على محمل الجد بل قامت بتخريب بعض المواقع الأثرية من خلال اتخاذها مواقع عسكرية لها ما ترتب على ذلك تدمير الحفريات الأثرية وسرقت محتوياتها وما كانت تكنزه متاحفها ومنها المواقع الأثرية في بابل والمواقع الأخرى كما لم تقم بتأمين الحماية اللازمة للمتاحف ومنها المتحف الوطني والمكتبة الوطنية التي كانت تضمئات المخطوطات والمراجع وأمهات الكتب مما جعلها عرضة للسلب والنهب من قبل المجرمين وقطاع الطرق بعدما مكنتهم من ذلك من خلال تدمير أبوابها تدميرها الأبواب الحصينة عند مداخلها اثنين استخدام الأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا التي حضرتها الاتفاقية الدولية ومنها قنابل النابولم والذخار الفسفورية البيضاء وقنابل العنقودية وكان كل هذا ضد أهداف مدنية أرضية مقتضة بالسكان والتي تسببت بمعاناة لأهالي تلك المناطق وعلى أثر ذلك انتشر مرض السلطان والأمراض الأخرى نتيجة التلوث البيئي الذي أحدثته تلك الأسلحة وإصابت مئات الآلاف نتيجة القصف بالقنابل العنقودية التي طالت تلك المناطق وما ترتب عنها من قتل وبتر أطراف العديد منهم مما سبب عوقا دائما وتشوه وتشوهات خلقية بالإضافة إلى الكثرة الأيتام والأرامل وفقدان من يعيل أبويه وكذلك الأضرار المادية التي لحقت بمنتلكاتهم القاصلة تلاث حل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وتسريح الملايين من الضباط والمنتسبين وملاحقتهم واعتقال العديد منهم والتهجير القسري للبعض داخل وخارج العراق وكذلك اعتقال مئات المدنيين والتجاوز على حقوقهم المدنية والإنسانية مما خلق فراغا أمنيا أسال لعابض عفل أنفس والإصابات الإجرامية بالإضافة إلى ما جرى في محتقل أبو غريب من أعمال وحشية نددت بها الكثير من المنظمات الإنسانية والإقليمية والدولية وما خلفه ذلك من أثر جسدي ونفسي على المعتقلين وعوائلهم بالإضافة إلى انتهاكات التي جرت للمعتقلين المدنيين في السجون القوات الأمريكية الأخرى في كل من بوكا في البصرة وكروبر واحد وكروبر اثنان في مطار بغدر والموضوع الأهم هو العمل على تأسيس الفتنة الطائفية التي استشهد بسببها الكثير من المواطنين العراقيين أن الجيش الأمريكي كان يحتقل المواطنين بشكل عشوائي وبعد التحقيق الصوري لغرض تصنيفهم سنة أو شيعة ثم يطلق الصراحة العفو الشيعة في المناطق السنية لغرض اغتيالهم من قبل السنة والعكل الصحيح أربعة استهداف البدل المختلفة بالسكان طيب دكتور المتضررين من الغزو الأمريكي يعني مثلا سواء نفسيا أو جسديا بإمكانهم إقامة دعوة؟ طبعا نحن بإمكانه هذا المشروع إقامة دعاوة على الدول اللي قتلت اللي ضررت العراق اللي هي 45 دولة أنا ممكن هسأتش الحصائيات والضبط همه نعم خلنطلع من الهدف كله طبعا نحن نعرف أسنعشي عن المحاور المحاور الأول إحنا المطالبة بتعوضات المادية والمالية للوزارات ومساة وشركات الدولة العراقية بمختلف قطاعاتها جرامها لحق بها من أضرار خلال وبعد الحرب على العراق وإقامة الدعاوة ضد المسؤولين والقيادات السياسية والعسكرية المسؤولة عن انتخاذ قرار الحرب على العراق أمام المحاكم الدولية المختصة أثنين المحاور الثاني المطالبة بتعوضات المادية والمالية والمعنوية عما أصاب الشعب العراقي من أضرار جراء الأعمال العسكرية للقوات الأبنية والقوات المشاركة معها بالعدوان مما يتوافق وحجم تلك الأضرار نعم يعني احنا نطالب إلى الدولة ونطالب أيضا إلى المواطن المحاور الثالث هو إقامة الدعاوة أمام المحاكم الدولية ضد الدول والأشخاص والحكومات الذين استغلوا غياب الأمن في العراق وانتهكوا السيادة الوطنية وتدخلوا بشكل مباشر أو غير مباشر ودعموا ومولوا وساهموا بنشر الفوضى داخل العراق وكانوا السبب في الأضرار للأشخاص والممتلكات العامة والخاصة تأمل منظمتنا طبعا هنا نحن رح نسوي طيب لمدة 15 عام يعني العراق تقريبا النصف إذا مو أكثر من النصف تسبب ليس فقط جسدي وإنما نفسيا لماذا لم يقم أي أحد دعوة على هذه الدولة ولا حتى الدولة هي الدولة نفسها تسمح لنفسها أن ترفع دعوة ناطر مبررات للدولة الدولة بصراحة لا يحصل عليها أولا نسميها دولة مع المجبورة نقول عليها دولة أولا لا يتمتلك السيادة متدخل الأمريكي متدخل الأمريكي وطاة لا مو فقط أمريكي سيارات أمريكية وحكرة سعودية سعودية وأمريكا والكويت والفطر والإمارات وغير الأقليمية وتركيا ما شاء الله الكل يحبوننا طب متى سيكون للعراق سيادة؟ متى هذا المشروع نمكل ولماذا لا ينفذ هذا المشروع؟ إن شاء الله بعزم واني طبعا بصراحة الكثير الشباب اللي وياها الناس متحمسين جدا ووطنيين وطنيها عالية جدا واني طبعا ما استثني عراقي كل العراقيين وطنيين ما استثني أحد بس أنا قلت مثل الغلوب المقفي من تروحين شائلين يقول الآن يشتغل حالية نرادهم فقط ندوس الآن العراقيين كلهم راح يخبون هبة واحدة لغرض أنجاح هذا المشروع طيب برأيك تعتقد أن القضاء كان حازم جدا ومحاسب جدا للفاسدين بالعراق نحن قلنا القضاء مسيس نحن عندنا الدائرة اسمها العقول نزاهة نعم محكمة النزاهة هي طبيعا هي المختصة بهذا الموضوع نعم بس القد تمر بمراحل لا يوصل الفاسد إلى النزاهة طيب سيصل العراق إلى سدة الأمان برأيك إلا بهذا المشروع إلا بهذا المشروع غير هذا المشروع لا يمكن إطلاقا ومن نسلم كنا من نسلم يعني إذا من ما هذا نقتل بهذا نقتل بالأمراض طيب بنصف دقيقة من هو الدكتور ناصر الكناني صعب؟ لا لا غير صعب دكتور ناصر الكناني أولا أنا ولدت في محافظة ميسان وسكنت بغداد نعم وكملت دراسة الالتدائية والمتوسطة والإعدادية في بغداد وأيضا راح تعد لكالوريوس والماجستير والدكتورة كلها من العراق مغضة نعم ورجل أعمال ناجح كنت والأسف أطلوا الدولة 11112 مليون دولار نعم لحد الآن ما مسلم مني شي نعم طبيعا كنت كان من المجهزين الكبار لدوائر الدولة قبل الاحتلال وتابعون الأمريكان وصارت لهم مشاركة كبيرة بعد سقوط النظام ولم أكن بحثي فيه يوم الأيام وأنا كنت محسوبة على النظام السابق ولا مو أبقى النظام السابق ولا أعلم بسأني رجل ناجح بصراحة والناجح أبو الدوائر يدفع ضريبة وخير ضريبة ما أنت كانت وإن شاء الله تكون ضريبة الوطن أكبر من أي ضريبة بربون الأمريكان بحد الأربعة وعشرين اطلاقة وموجودة السيارات والأثر الاطلاقات بعدها بجسبي نعم ما الحمد لله أسلمت مرتين خطفت أسلمت وأهله الحمد لله على السلامة والبقاء وطولة العمر إن شاء الله في الختام نشكر الدكتور ناصر الكنان المستشار الأكتفالي في إيراني شكرا جزيلا ونشكركم على حسن المتابعة وحتى نلتقي ثانية في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة